اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واسكندرية والقناة في مسم 1922-1923 وتكلمنا بالتفصيل عن فوز النادي الاهلي بأول بطولة رسمية في تاريخه بطولة كاس السلطان حسين اللي فاز بها الاهلي يوم 10 ابريل 1923 وكان يوم مشهود الجمهور خرج من ملعب نادي السكة الحديد في شبرة وقبل ما يعدي كبري قصر النيل وقفوا عند سكنات الجيش الانجليزي اللي هو مكان جامعة الدول العربية دلوقتي وهتفوا باستقلال مصر وزوال الاحتلال الانجليزي وكانت اول تظاهرة رياضية وطنية في تاريخ مصر كان انتصار له دلالات سياسية لان دل الاهلي كان اول فريق نشأته مصرية خاصة يفوز بالبطولة ومن هنا زاد ارتباط الشعب بالاهلي وزادت شعبية الاهلي اكتر واكتر واخيرا اتكلمنا عن تخصيص النادي الاهلي يومين في الاسبوع للمرأة المصرية تمارس فيهم الرياضة يومين محدش يدخل فيهم النادي غيرهم من الصبح لحد الساعة 12 الدور وكان النادي الاهلي اول نادي يسمح للمرأة المصرية بممارسة الرياضة النهاردة مهم نتكلم عن تطور كبير في نظام الجامعيات العمومية للنادي الاهلي من اول جامعية عمومية للنادي والحد الجامعية العمومية اللي انعقدت في 24 نوفمبر 1922 كانت الدعوة للجامعية العمومية بتتم عن طريق لوحة الاعلانات في مدخل النادي وكان سكرتير النادي اللي هو المدير التنفيذ زي ما بنقول عليه اليومين دول بيقرأ تقرير عن حالة النادي بالتفصيل على اعضاء الجامعية العمومية يعني بيقرأ تقرير حالة الالعاب لعبة لعبة تقرير حالة كرة القدم وتقرير حالة التنس وهكذا وتقرير حفلات النادي وحالة النادي المالية ارادات ومصرفات وكل شيء واستمر النظام ده لحد الجامعية العمومية اللي انعقدت فيه 28 سبتمبر 1923 وهنا اتغير نظام الجامعية العمومية فبدأ العمل بنظام ارسال خطابات لاعضاء الجامعية العمومية اللي من حقهم يحضروها وكمان للمرة الاولى يتم طباعة تقرير حالة النادي وتسليمه لاعضاء عشان يطلوا عليه قبل الجامعية العمومية وده كان تغير كبير هو اللي النادي شغال عليه لحد النهاردة ومش النادي الاهلي بس لا ده اندية مصر كلها اصبح نظامها كده لكن فيه ملحوظة هنا لازم نقف عندها في تقرير حالة النادي عام 1922 1923 اللي تم توزيعه للمرة الاولى في تاريخ النادي تفتكروا ايه هي بصوا تحت كده وشوفوا ايه مكتوف ايه مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية يعني المطبعة اللي تولت طبعته كانت مطبعة مصر مطبعة مصر كانت اول مطبعة مصرية يتم انشاءها في مصر واللي عمل المطبعة دي محمد طلعت حرب طلعت حرب اللي قلنا في الحلقة اللي فاتت انه قدم استقالته من عضوية اللاجنة العليا للاهلي بعد ما توسع في مشاريع كتير لتمصيل الصناعة والتجارة والاقتصاد المصري ولقى انه مش هيقدر يخدم الاهلي زي الاول طلعت حرب اللي اسس بنك مصري كاول بنك مصري وانشأ شركات تخصصت في مجالات مختلفة زي السينما والطيران والنقل البري والشحن والكيمويات والزيوت والمستحضرات الطبية والتغذية والملابس والالبان والتأمين والطباعة وحنلاحظ هنا ان كل الشركات اللي اسسها طلعت حرب كانت مقرونة بمصر بنك مصر شركة مصر للتغيران شركة مصر للجزل والنسيج استوديو مصر ومطبعة مصر الى اخيره لان مصر كانت في القلب عند الجماعة الوطنية المصرية اللي منها طلعت حرب ولان النادي الاهلي كان تأسيسه في اطار تأسيس كيانات موازية للكيانات الاجنبية اللي تأسست في مصر في ظل الاحتلال البريطاني كان لازم يدعم اول مطبعة مصرية ويطبع فيها اول تقرير عن حالة النادي وده الطبيعي ما هو مش معقول يبقى النادي يتأسس كاول نادي مصري للشعب المصري ويطبع تقاريره في مطابع النادي وعشان كده لما الشعب المصري قال ان الاهلي نادي الوطنية ما قالهاش من فرغ ويهمنا في اطار سرد حقبة العشرينيات اننا نذكر عيلة راتب الاخوان ابو بكر راتب وداود راتب الاتنين دول كان لهم مقاسر عظيمة سهمت في رقي النادي الاهلي وزهوره بافضل صورة امام اعضاؤه ومحبيه وكلها مذكورة في محاضر مجلس الادارة والجمعية العمومية للنادي يعني كانوا دايما بيشرفوا على تحسين حالة النادي وساعدوا الامير اسماعيل داود في الاشراف على بوفي النادي ولما النادي دخل الكهرباء محل الغاز اهدو النادي نجف ثمينة قيمة كبيرة علشان تزين بيت النادي وتنوره بيت النادي اللي هو الكلاب هاوس او المبنى الاجتماعي زي ما بنقول عليها النهار كمان كانوا بيساعدوا في جمع التبرعات للنادي في الاوقات اللي النادي فيها ممكن يمر بأزمة مالية نتيجة احداث سياسية ممكن تأثر على موارده زي ما حصل في ثورة تسعتاشر وتدعياتها اللي استمرت سنتين تلاتة تقريبا مش بس كده الاخوين ابو بكر وداود راتب بنوا غرفة تغيير ملابس للاعضاء الرياضيين بالنادي وغرفة كبيرة اضافية لبيت النادي اللي هو المبنى الاجتماعي وكانت الغرفة عبارة عن صالة استقبال كبيرة تليق بالنادي لعمل الحفلات وخاصة حفلات السمر واطلقوا عليها صالة راتب وفضلت صالة راتب موجودة لحد النهاردة بمقر النادي في الجزيرة جنب باب المعلمين وتعتبر اقدم مبنى موجود في النادي وكمان اهدوا جرفة البلياردو مشايات من السجاد وتولى الاخوين ابو بكر وداود راتب مناصب ادارية في اللجنة التنفيذية واللجنة العليا للنادي اسرة راتب قدت الاهل كتير قوي وفي الوقت ده عام 1923 اتعملت حلقة للمصرعة وحلقة للملاكمة وفي نفس السنة اتأسس اتحاد الملاكمة المصري وزي اتحاد كرة القدم بالزبط اتأسس اتحاد الملاكمة بدعوة من النادي الاهلي وترقص اول مجلس ادارة له كعفر ولي باشا وكيل النادي الاهلي ومعاه من اعضاء النادي داود راتب ورياض شوقي وعبد الحميد صبري واسماعيل طاهر ومحمود جزالي واسماعيل حسين ومحمود بدر الدين وفي نفس العام 1923 اتأسس الاتحاد المصري للتنس وبرضو بجهود رجال الاهلي حسين عنان وكامل البنداري ومحمد رشد واستمر النادي الاهلي في قيادة تمصير الرياضة المصرية لعبة ورد تانية استمر النادي الاهلي في انشطة المختلفة وزاد عدد المسابقات اللي بنظمها وتقرير حالة النادي اللي توزع في الجامعية العمومية للنادي عام 1922 1923 قال ان بطولة كاس احمد حشمة باشا في كرة القدم لطلبة المدارس العليا فازت بيها مدرسة الحقوق مدرسة الحقوق ما فازتش بس بكاس احمد حشمة باشا لكرة القدم لا دي فازت كمان بطولة كاس عزيز عزة باشا للالعاب الاخرى واضيفت بطولة لسداسيات كرة القدم فاز بيها نادي الترسانة واستمر استضافة المباراة السنوية بين منتخب المدارس العليا ومنتخب المدارس السنوية ومنتخب المدارس السنوية فاز بنتيجة ثلاث اشواط لشوت واحد يعني ثلاثة واحد زي ما قلنا قبل كده والجديد بالذكر ان فريق منتخب طلبة المدارس العليا ضم في صفوفه طالب كلية الطب اسمه ايه نور الدين طراف اللي حيكون في يوم من الايام عضو اللجنة العليا للنادي الاهلي وبعدين وكيل النادي الاهلي ورئيسه الشرفي مش بس كده نور الدين طراف كان عضو بالبرلمان وبعدين بقى وزير للصحة ورئيس المجلس التنفيذي للاقليم المصري في الجمهورية العربية المتحدة وبالمناسبة كانت مسابقات المدارس فرصة لاكتشاف المواهب وضمها للأهلي وفي التنس اللعبة التانية في النادي وفي مصر كلها في الوقت ده زادت المسابقات فبعد ما كانت لعبة للأجانب وكقوسها مقدمة من مستر شارمن ومستر باترسون دخل المصريين بقوة وقدم النبلاء عباس حليم وعباس داود ومنصور تلت كقوس أخرى وقيمت عليها بطولات وسيطر أعضاء الأهلي عليها أما الملاكمة فاشترك النادي في مسابقات التفوق للتحاد الملاكمة المصري اشترك بعض أعضاء النادي في أوزام مختلفة بعضهم خد مراكز وكانت بدأة ممتازة للعبة جديدة على النادي وأخيرا ذكر تقرير حالة النادي أن الحفلة السنوية للنادي أقيمت بدار الأوبرا الملكية في 13 إبريل 1923 ومع فكري أبازة ومحمد عبدالقدوس صهر للمرة الأولى سليمان فاندي نجيب طبعا كلنا عارفين الفنان الكبير سليمان نجيب وفي نهاية 1923 قرر عبدالخالق سروة باشا عدم ترشيح نفسه مرة أخرى لرئاسة اللجنة العليا للنادي عبدالخالق سروة باشا خلال فترة رئاسته لللجنة العليا كان تقريبا مشغول بالعمل السياسي اللي زاد قوي بعد صورة 1919 وتولى رئاسة مجلس الوزراء وخاد مفاوضات شقة مع الإنجليز انتزع وقتها تصريح 28 فبراير 1922 وشكل أول لجنة لوضع أول دستور في تاريخ مصر عام 1923 في الفترة دي كان اللي بيدير النادي تقريبا جعفر ولي باشا وكيل النادي وزي أي مسؤول في الأهلي بيشوف انه مش هيقدر يخدم لانشغالاته المتعددة قرر انه يصيب منصبه للي يقدر يخدم النادي أصلهم اتعاوده من بداية تأسيس النادي على كده اللي مش فاضي يسيب مكانه للي يقدر يخدمه ده تكليف مش تشريف ومهم هنا نوضح نقطة من بداية انتخابات النادي وأول جامعية عمومية له والحد عام 1955 كانت انتخابات النادي بتتم سنويا يعني كل جامعية عمومية وكان غالبا بيتم إعادة انتخاب اللجنة العليا اللي بقى مجلس إدارة بعد كده ولو حد اعتذر بيدخل حد مكان وفي سنة 1955 اتعمل تعديل في قانون النادي أولاحته على أساس إن الانتخابات تكون كل سنتين واستمر النظام ده لغاية الستينيات لما قامت الدولة بعمل قانون للرياضة وبقت الانتخابات كل أربع سنين المهم اتعملت انتخابات النادي يوم 18 يناير 1924 وأصفرت النتيجة عن انتخاب لجنة عليا للنادي وانتخبت الجماعية العمومية داود راتب بيك سكرتير جديد للنادي ورياضة فاندي شوقي أمين للصندوق وتم انتخاب اللجنة التنفيذية للنادي واجتمعت اللجنة العليا يوم 14 فبراير 1924 لانتخاب رئيس النادي ووكيله جلست اللجنة العليا يوم الخميس 14 فبراير 1924 انعقدت اللجنة العليا يوم الخميس 24 فبراير 1924 الساعة خمسة مساء بحضور حضرات الأمراء وأصحاب المعالي والعزة جعفر ولي باشا والأمير اسماعيل داود وفؤاد أبازا بك وأبو بكر راتب بك وداود راتب بك سكرتير النادي ورياض شوقي أفندي أمين السندوق في الانتخابات اللي اتعاملت في الجامعية العمومية تم انتخاب اسماعيل حسنين باشا عضو باللجنة العليا لكنه توفي قبل اجتماع اللجنة العليا وفي الاجتماع وقفت الجلسة خمسة دقائق حدادا على روحه وتقرر تصعيد حضرة محمد أفندي سبحي عضوا باللجنة العليا بدلا منه ومحمد أفندي سبحي كان التالي في الأصوات بعد أعضاء اللجنة العليا التسعة المنتخبين وتقرر انتخاب معالي جعفر ولي باشا رئيسا للنادي وانتخاب سعادة أمين سامي باشا وكيلا للنادي وتشكيل لجنة مكونة من جعفر ولي باشا والأمير اسماعيل داود وفؤاد أباظة بك لتقديم الشكر لدولة عبد الخالق سروة باشا ولما جعفر ولي باشا بقى رئيس للأهلي وجب علينا اننا نعرف بالتفصيل جعفر ولي باشا أصوله شركسية من موليد القاهرة سنة 1880 تربى ونشأ بالقاهرة وتلقى العلم في المدرسة الناصرية الابتدائية ثم المدرسة الخدوية السانوية وتخرج منها وكان الأول على القطر المصري وكان كابتن فريق الخدوية لكرة القدم دخل القسم الإنجليزي بمدرسة الحقوق وتخرج عام 1903 بعد التخرج التحق بالنيابة بعدها اتنقل العمل في وزارة المالية ثم وزارة الداخلية اللي ترقى فيها ليصل لمنصب وكيل وزارة الداخلية عام 1918 من إبريل 1919 تولى منصب الوزارة في عدة وزارات مختلفة فكان وزير الأوقاف في وزارة حسين رجدي الرابعان وكان أصغر من تولى الوزارة في تاريخ مصر في ذلك الوقت وفي 1921 تولى منصب وزير المعارف العمومية في وزارة عدل يكن الأولى وفي 1922 تولى مرة أخرى منصب وزير الأوقاف في وزارة عبدالخالق ثروة الأولى وتولى منصب وزير الحربية والبحرية في ثلاثة وزارات اقتلافية وزارة عبدالخالق ثروة الثانية ثم وزارة مصطفى النحاس الأولى ثم وزارة محمد محمود الأولى وتولى في الوزارة دي منصب وزير الأوقاف جنب منصب وزير الحربية والبحرية وفضل عضو بمجلس الشيوخ مدى حياته تزوج ابنة الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر وكان بداية ارتباطه بالنادي عضو عادي لكن في مطلع 1916 اجتمع أعضاء اللجنة العليا للنادي واختاروا عبدالخالق سروة رئيس للنادي وجعفر ولي وكيل النادي وفي عام 1924 بدأ عهد جديد للنادي الأهلي مع الرئيس الرابع جعفر ولي باشا بدأ عهد جعفر ولي باشا الرئيس الرابع للنادي الأهلي وفي الاجتماع التاني للجنة العليا يوم 5 مارس 1924 لم يحضر عزيز عزة باشا الرئيس الأسبق للنادي وعضو اللجنة العليا وكان السبب ان عزيز عزة باشا اصبح اول سفير لمصر لدى حكومة بريطانيا العظمى بعد ارغاء الحماية البريطانية عن مصر اقترح فؤاد اباصة بك ان يتم تصعيد احمد فؤاد انوار بك وهو التالي في ترتيب الاصوات بعد المنتكبين عشان يحل محل عزيز عزة باشا بصفة مؤقتة طول مدة تغيبه عن القدر المصري وفقة اللجنة العليا وبالمناسبة عزيز عزة باشا هو الرئيس الوحيد في تاريخ الاهلي اللي اصبح عضو في اللجنة العليا بعد ما كان رئيس لها واستقبل فريق كرة القدم بالنادي الاهلي رئيس الجديد بالفوز بأول بطولة لكاس مصر في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد اربعة واحد فريق السكة الحديد في الوقت ده كان من اقوى الفرق المصرية ويكفي انه كان بيدم حسين بك حجازي ابو الكرة المصرية وفي عام 1924 انعقد مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم لانتخاب مجلس ادارة جديد وترشح جعفر ولي باشا رئيس النادي الاهلي على منصب وكيل الاتحاد الدولي لكرة القدم وسافر وفد مصري بيدم رياض شوق وحسين حجازي واسماعيل يسري ويوسف محمد وفي الانتخابات حصل مرشح فرنسا على 34 سوط ومرشح مصر على 30 سوط ومرشح الولايات المتحد الامريكية على 20 سوط يعني فرق اربع اصوات بس منعت جعفر ولي باشا انه يكون وكيل للاتحاد الدولي لكرة القدم ولكن ده كان اول تواجد مصري في المحافل الرياضية الدولية كمان في 10 اكتوبر 1924 قررت اللجنة العليا بناء مدرق جديد لملعب النادي وتكليف سكرتير النادي داود راتب بيك بالعمل على تجهيز الرسومات الهندسية وفي نهاية وفي نهاية 1924 اتعرضت على الجامعية العمومية بعض التعديلات في قانون النادي كان اهمها على الاطلاق منع عضويات الاجانب ممكن حد يسأل هو كان فيه اعضاء اجانب في الاهلي طبعا كان فيه اجانب امال مستر ميتشل انس دا كان جنسيته ايه مستر شارمن الاستعام بالاهلي لادخال الالعاب المختلف للنادي كان جنسيته ايه مستر شارمن كان المشرف على الرياضة بمدرسة السعادية كنا احنا نعرف ايه عن الالعاب احنا مش عن اكتريع العجلة اساس الالعاب الحديثة اوروبا طب ليه صدر القرار بدأت ارهاصات استقلال مصر ودارت مفاوضات قدت لزهور دستور 1923 الاهل جزء من المشروع الوطني عشان كده كل قراراته بتخرج من راحم الوطنية المصرية فكان قراره تعديل الليحة زي ما انتم شايفين على شاشة كده الليحة كانت بتقول يقبل عضوا بالنادي من تنطبق عليه عدة شروط وكان التعديل يقبل عضوا بالنادي كل مصري تنطبق عليه عدة شروط وفقة الجامعية العمومية للنادي وما بقاش ينضم للنادي اي شخص لا يحمل الجنسية المصرية موسم 1924 1925 كموسم تاريخي للنادي الاهلي على مستوى كرة القدم الاهلي فاز بكل البطولات اللي نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 13 مارس 1925 فاز الاهلي على الاتحاد السكندري 4-1 في نهائي كاس السلطان حسين وفي 24 مارس 1924 فاز الاهلي على الاتحاد السكندري 3-0 في نهائي كاس مصر وفي 22 مايو 1925 حسم الاهلي بطولة دوري منطقة القاهرة كانت اول مرة يفوز فيها نادي بكل البطولات اللي بينظمها اتحاد الكرة كاس السلطان حسين وكاس مصر ودوري منطقة القاهرة الانجاز ده محققوش اي فريق تاني غير النادي الاهلي الاهلي قرر الانجاز ده مرتين كمان مسم 1926 1927 وموسم 1930 1931 والجديد ان المسؤولين عن فريق الكرة في النادي الاهلي دخلوا للمرة الاولى عنصر جديد مع مدرب الفريق ومدلك للعضلات في الوقت ده كان مدرب الفريق بيعمل كل حاجة كمان سنة 1925 ما كانش فيه قطاعات ناشئين ولا مسابقات للناشئين فجات فكرة في رأس مسؤول النادي مش معقول يكون لعيبة كرة القدم بالنادي هم قوم الفريق الاول بس في مواهب كتير ممكن تنضم للنادي طب ليه ما نعملش فريق تاني لكرة القدم نضمله المواهب الاصغر سنا وفعلا الاهل عمل فريق سماء الاهل الابيض وبدأ يشارك رسميا في بطول الدوري القاهرة موسم 1925 1926 فريق الاهل الابيض عمل نتائج رائعة وختم الموسم في المركز الرابع وكان من ابرز نتائجه الفوز على الترسانة واحد سفر والفوز على المختلط اتنين واحد لكن كان من ابرز نتائج الفريق الاول للاهل في الموسم ده الفوز على المختلط في نوفمبر 1925 بنتيجة 6 سفر وكانت المباراة في بطول الدوري منطقة القاهرة اما بقى عن الحفلات ذكرت تقرير الجامعية العمومية ان الحفل السنوي للنادي الاهلي بمناسبة عيد تأسيسه اقيم كالعادة في دار الاوبرا يوم 22 ابريل 1925 واحياه الفنان جورج ابيض وفرقته اللي قدمت مصرحية صلاح الدين ومملكة ارشالين والفنان محمد عبدالقدوس والفنان عبدالفتاح الاسري وظهر لأول مرة في حفلات الاهلي عازف الكمان الشهير الموسيقار سامي الشوى وعازف القانون محمد العقاد حفلات الاهلي السنوية في الابرا كانت ملتقى فناني مصر وموسيقيها الكبار كانت حفلات مصر للحديث في مصر الايام طويلة بعدها لكن عام 1925 شهد وقع مؤسفة جدا احد اعضاء النادي الرياضيين اخطأ خطأ كبير في حق داود راتب بيك سكرتير النادي واثنين من اعضاء النادي اللجنة التنفيذية للنادي قدمت شكوى ضده لللجنة العليا ولانه كان عضو رياضي كبير وشهير يعني قدوة للطلبة وصغار الاعضاء كان لازم يكون القرار حازم قرار حاسم ورادع للمخطئ ويكون عبرة لغيره لمنع تقرار الخطأ مين هو العضو دا وايه القرار اللي اتاخد دا اللي هنعرفه لو احيانا واحياكم ربنا في الحلقة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة